موسيقى ثمن صباحا بتوقيت القاهرة نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية نبدأها بالعنوين الرئيسان الأمريكي والمصري يؤكدان العمل لضمان تنفيذ شروط اتفاق إطلاق صراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة ويجددان رفضهما لتهجير الفلسطينيين وتسع نطاق المظاهرات في الجامعات الأمريكية تأييدا للفلسطينيين وجامعة كولومبيا تبدأ في فصل طلاب وشرطة تيكساس تعتقل عشرات المحتجين تقارير تفيد بتهديد أعضاء في الكونغرس الأمريكي لهيئة المحكمة الجنائية الدولية صعيا لمنعها من إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين موسيقى موسيقى والبداية مع تطورات الأوضاء في قطاع غزة موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المتعلقة بالحرب على غزة وفي تصريحات للقاهرة الإخبارية قال إن واشنطن مستمرة في التنسيق مع دول المنطقة لوقف الحرب في غزة لكن لازم ندرك أنه ليس هناك اتفاق على صعيد الإسرائيلي بين الأهزاد إذن هذا شيء صعب جدا ولكن من جانبنا من ورية المتحدة نحن بتنسيق كما رأينا اليوم بكل هذه الدول المجاورة والدول الأخرى في المنطقة نحن سنستمر في بضل كل جهود لأزمة لحث الأطراف للجلوس على تاول المفاوضات قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إنه التقى ممثلين عن مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية وعشر بلينكين في تغريدة أنه عبر منصة أكس إلى أنه بحث خلال لقاء العمل من أجل السلام الدائم وأمن المنطقة بالإضافة إلى جهود وكف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين كما أكد بلينكين في المنتدى الاقتصادي برياض أكد الإصرار على بذل كل الجهود لوضع حد للمعاناة الإنسانية المروعة في قطاع غزة وضاف في جلسة حوارية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي أن المفاوضات مستمرة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا لوضع حد للمعاناة الإنسانية المروعة في غزة والأطفال والنساء الذين يقتلون كل يوم لقد قلنا وبوضوح ومنذ بعض الوقت في رفح أنه في غياب خطة لضمان عدم إلحاق الأذى بالمدنيين لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح ولم نرى بعد خطة تمنحنا الثقة في إمكانية حماية المدنيين بشكل فعال زيارة جديدة هي السابعة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى المنطقة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي انطلق في السابع من أكتوبر الماضي الجولة التي تشمل إسرائيل والأردن استهلها الضيف شبه الدائم على المنطقة مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياضة حيث المحطة الأولى في تلك الزيارة وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية تهدف زيارة بلينكين إلى تعزيز فرص التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات تمهيدا للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار فضلا عن إطلاق صراح المحتجزين ملفات ثلاث هي الشغل الشاغل للإدارة الأمريكية منذ بدء العدوان الزيارة وإن كانت مكررة على مدار سبعة أشهر إلا أنها تأتي هذه المرة واسطى تصاعد للحديث من قبل حكومة الحرب الإسرائيلية عن عملية عسكرية محتملة في رفح الفلسطينية وما يصاحبه من تحذيرات متوالية من مغبة تلك العملية وتداعيتها الإنسانية والأمنية الخطيرة الزيارة الحالية لوزير الخارجية الأمريكي جاءت في وقت بالغ التعقيد بالنسبة لحكومة الحرب الإسرائيلية حيث تصاعدت الخلافات الداخلية على خلفية الإخفاق في تحقيق أهداف الحرب على غزة والتي يأتي على رأسها ملف تحرير المحتجزين وبرغم تواجده المتكرر في المنطقة خلال الفترة الأخيرة وإخفاقه في التوصل لنتائج ملموسة بسبب تعنت إدارة نتنياهو إلا أن زيارة بلينكين إلى المنطقة هذه المرة تأتي أيضا في وقت شديد الحساسية حيث تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء العدوان وكذلك ما يثار من أنباء حول احتمال إصدار قرارات من قبل محكمة العدل الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال وعدد من مسؤوليه الأمر الذي يدعو المراقبين لانتظار جديد من تلك الزيارة أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد على مواقف المملكة الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وخلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد ولي العهد على أن المملكة ستواصل جهودها الحثيثة للتواصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من جنبه حذر الرئيس الفلسطيني من خطورة اكتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح جنوب قطاع غزة وكشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزب بوريل عن أن دولا أوروبية عدة ستعترف بالدولة الفلسطينية قريبا وقال على هامش المنتدى الاقتصادي في رياض إنه من المتوقع أن تعترف عدة دول أعضاء في التكتل بدولة فلسطين بحلول نهاية مايو المقبل وكان بوريل قد أشار من قبل إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لتجانب مزيد من التصعيد في المنطقة أكدت السفيرة فانيسيا فريزر مندوبة ملطا الدائمة لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي أكدت أن ملطا ترفض بشكل قاطع التهجير القصري للفلسطينيين من أراضيهم وأكدت أيضا في تصريحات للقاهرة الإخبارية إدانة ملطا لأي استخدام للقوة في مدينة رفح الفلسطينية ملطا بشكل ثابت كامت بإدانة أي عمليات تهجير أو نقل للمواطنين الفلسطينيين خارج بلادهم وأكد لكم هذا الأمر مرة أخرى نحن لا نوافق نهائيا وندين كل أي عمليات بنقل الفلسطينيين خارج أراضيهم أو خارج منازلهم وأيضا لابد من الحفاظ عليهم وتوفير كافة الاحتياجات اللهم ولابد من تداول كافة التداعيات والتهديدات وتقديم كافة الملاجئ لهم وتقديم كافة المساعدات اللازمة لممارسة حياتهم اليومية ونحن أيضا ندين أي توسع في النطاق النزاع في رفح وبالطبع وبشكل مطلق نحن ندين أي استخدام القوة لتهجير المواطنين أو نقلهم خارج أراضيهم بدأت جامعة كولومبيا في نيورك إجراءات فصل الطلاب الذين لم يلتزموا بمهلة فضي الاعتصام المؤيد للفلسطينيين وقال بيريت شانج المتحدث باسم جامعة كولومبيا إن إدارة الجامعة حددت بعض طلاب في المخيم لفصلهم وأشار إلى أنه سيتم إختارهم بالقرار عبر البريد الإلكتروني وكان الطلب المنددون بالعدوان الإسرائيلي على غزة قد رفضوا تهديد الجامعة مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة غير قانونية كما أضافوا أن إدارة الجامعة اختارت ترهيب المحتجين وتجاهلت الإبادة الجامعية التي تحدث في قطاع غزة أفد مراسل القاهرة الإخبارية بأن شرطة ولاية تكساس الأمريكية تعتقل العشرات من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين وذكرت وسائل إعلام الأمريكية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع أثناء اندلاع المشتباكات مع المتظاهرين لتتساعد التوترات بسرعة في مدينة أوستن وأظهرت مقاطع فيديو متدولة ارتداء الشرطة لمعدات مكافحة الشغب كاملة وتم الإبلاغ عن إصابات متعددة في صفوف الطلاب فيما فضت الشرطة الأمريكية اعتصاما لطلاب جامعة فيرجينيا كومنويلث بالقوة يطالب بوقف إطلاق النار في غزة هذا واعتقلت الشرطة العديد من الطلاب المحتجين بينما تحاول شرطة الولاية والشرطة المحلية إخلاء معسكر مؤيد للفلسطينيين في الحرم الجامعي هذا وذكرت إدارة جامعة فيرجينيا كومنويلث أن خيام المعتصمين مخالفة لسياسة الجامعة ينضم إلينا من نيويورك ياسر بن ردين مراسل القاهرة الإخبارية أهلا بك ياسر إلى أي مدى توسعت رقعة هذه الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية وأيضا الحد الذي توصى أو وصل إليه التعامل من قبل شرطة الجامعة أو الشرطة المحلية مع هؤلاء الطلاب محمد صباحك خير والسدى المشاهدين يعني توسعت هذه الرقعة لأكثر من أربعين جامعة وحوالي 26 ولاية كانت فيها هذه الجامعات وهذه المظاهرات والاعتصامات بدأت كما تعلم محمد هذه المظاهرات من جامعة كولومبيا هنا في ولاية نيويورك والتي استمرت إلى الآن وانتهت المدة المحددة التي كانت بين إدارة الجامعة والطلبة وبدأت الجامعة جامعة كولومبيا محمد في تمام الساعة السادسة مساء من مساء الأمس بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني لبعض الطلبة المعتصمين وقامت بفصلهم من الجامعة أيضا كان هناك بيان للطلبة محمد والذي تحدثوا فيه عن أنه لا سبيل إلا لتحقيق مطالبهم وهي أول هذه المطالب هي مسألة الاستثمارات ما بين الجامعة وإسرائيل وانتهاء هذه الاستثمارات فيما ذكرت مينوش رئيسة الجامعة في وقت سابق بأن الاستثمارات ما بين الجامعة وإسرائيل مستمر أما هناك أيضا كان من الأخبار العاجلة أن هناك أحد الطلاب اليهود في جامعة كولومبيا قد رفع قضية على مجلس أمناء الجامعة يتحدث أو يعبر في هذه الدعوة أن العملية التعليمية غير مستقرة ولا يشعر بالأمان هو أو أي من الطلبة اليهود هكذا كانت الدعوة التي تحدثت عنها وكالات الأنباء والذي أخفي اسم هذا الطالب منعا لأي تحرشات بهذا الطالب أيضا يعني محمد كان هناك أيضا في جامعة براون قد استمعت إدارة الجامعة حاولت أن تهدئ من روع المتظاهرين وتتحدث معهم أنها سوف أيضا تبحث الشروط أو الطلبات التي طلبتها أو طلبها هؤلاء الطلاب في مقابل أن يقوموا بفض اعتصامهم أيضا في جامعة نورس ويسترين هي الأخرى كانت إدارة الجامعة قالت بأن هناك اتفاق قريب سوف يكون ما بين المتظاهرين وبين أيضا إدارة الجامعة لكن الشرطة في ولايات وجامعات عديدة منها تيكسس على سبيل المثال قامت باعتقالات عديدة أيضا في جامعة ييل جامعة بيكانتكت جامعة نيويورك هي الأخرى أيضا منذ لحظات قبل دخولي معك محمد من الأهمية بمكان أن أذكر لك أنه من الأخبار العاجلة أنه في هذه اللحظة التي أتحدث معك فيها هناك تجمعات طلابية في جامعة كولومبيا ومظاهرة تحدث الآن معك هذه آخر الأنباء ولكن أيضا في وقت سابق من اليوم هناك من الأهمية بمكان أن أذكر لك زميل محمد بأن مجموعة من النواب الديمقراطيين قد قاموا بحث إدارة أو أمناء جامعة كولومبيا بفض هذا الاعتصام أو تقديم استقالتهم هكذا تحدث أكثر من واحد وستين فيما يبدو عضوا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الديمقراطيين إذن دائرة الاحتجاجات الطلابية تتسعى من بعد يوم في الجامعات الأمريكية شكرا جزيلا ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك شكرا جزيلا لك تظاهر عشرات الطلاب في جامعة بريتش كولومبيا في فانكفور غربي كندا مطالبين بوقف تسليح إسرائيل وإنهاء الإبادة الجامعية التي ترتكبها في غزة ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بالحرية لفلسطين في الوقت نفسه حذرت جامعة تورنتو المحتجين من طلاب أو ممن يعتزموا الاحتجاج وأغلقت الجامعة ملعبها وضعت لافتات تحذر فيها من إقامة الخيام أو الاعتصام فيها هذا وتظاهر العديد من الطلاب أمام جامعة سوربون في العاصمة الفرنسية بريس للاحتجاج على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وحامل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة لغزة مطالبين إدارة الجامعة بإدانة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة كما نصب بعض الطلاب خيام الاعتصام في فناء الجامعة كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن مساعي بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي لإحباط إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين وبحسب أكسيوس فإن أعضاء الكونغرس يهددون هيئة المحكمة الجنائية الدولية ويطالبونها بعدم إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وحذرين من تعرض المحكمة لانتقام أمريكي ووقف تشريعات وعدوها بإعدادها لهذا الصدد فهذا الموقع الأمريكي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنعمين يتنياهو حث الرئيس بايدن على التدخل للمساعدة في منع أوامر الاعتقال ينضم إلينا من ولاية فرجينيا الأمريكية محمد العالم الكاتب والباحث السياسي ماذا يعني أن يقوم أعضاء الكونغرس بالتهديد بشكل مباشر لأعضاء هيئة المحكمة الجنائية الدولية التي تعتزم إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وهل هذه سابقة أم أنها حدثت بالفعل قبل ذلك نعم هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستطفل في نوع من المواجهة مع هذه المحكمة الدولية التي من المفترض أنها تدافع عن الحقوق الدولية التي تدافع عن طرف بعينه وبالمناسبة تحقيقات هذه المحكمة منذ عام 2014 تقريبا كانت تحقيقات في كل الجوانب من الجانب الإسرائيلي ومن الجانب أدن المقاومة الفلسطينية من الممكن أن يكون هناك بعض القرارات التي تصدر ضد أعضاء في المقاومة الفلسطينية أيضا بعد ذلك لهذا يعني من غير الموضوع أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل لكنه تأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تستشعر الحرج الكبير وأنه بالفعل أثبت على دولة إسرائيل وعلى حكومة ناتنياهو وأنهم قاموا بجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني لا لبس فيها لكن أسوة محمد ما هي طبيعة هذه الإجراءات التي يمكن أن تتخذ ضد هيئة لمحكمة مستقلة بهكذا شكل؟ نعم يعني ما يعتقد حتى أنه حتى الآن لا يوجد أي تصريح يعني يوضح نوايا الكونجرس الأمريكي لكن المعروف حتى الآن أن الكونجرس ربما ينتوي إصدار يعني بعض العقوبات المباشرة على أعضاء في هذه المحكمة من ضمنها فكرة التتبع وهذا سيكون يعني قرار أو توجه صادم من الكونجرس الأمريكي أمام العالم أجمع لأنه من المفترض أن هذه المحكمة يكون أعضاءها محميين بحكم القانون الدولي نفسه وأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست وحدها في هذا العالم وأن هذه المحكمة من المفترض أنها محكمة يعني ليس لديها أي ملوء ميول طرف على طرف آخر خصوصة أن الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء بن يمين ناتنياهو تم الاستناد فيها على شهادات واقعية من مستشفى على سبيل المشاكل شهادات من أعضاء في مستشفى الشفاء وأعتقد أنها تضمنت شهادات لأطراف دولية أيضا وبالتالي ليس في إمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفي هذه التهم كان الأولى للولايات المتحدة الأمريكية أن تدافع بشكل قانوني لكن أيضا الإدارة الأمريكية والأعضاء الكونغرس قبل أشهر ربما قبل سنتين من الآن كانوا يدعمون هذه المحكمة في إصدار أوامر باعتقال الرئيس بوتين وإدانته باعتباره مقرم حرب كيف لها أن تقوم بالاعتراض على المحكمة التي تصدر أوامر بحق ما سولينا إسرائيليين وإن كان بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو كيف يمكن وضع الأمرين في مكان واحد؟ نعم هذا سيئة الدم يعني مفهوم التضارب في المفاهيم الأمريكية الذي اتضح فيه أكثر من موقف وليس فقط في هذا الموقف يعني إذا ما نظرنا لإحتجاجات إحتجاجات الطلبية الداخلية وفكرة كسر قواعد الدستور الأمريكي والقبض على بعض منه بما ينافي كل قواعد الدموقراطية الأمريكية سنفسر ما تقوم بالولايات المتحدة الأمريكية حاليا من رفض ما أيدته في السابق على الرئيس بوتين أو أعضاء في الحكومة الروسية الآن يرفضوها على الحكومة الإسرائيلية لأنها يعني تضط المفاهيم الأمريكية أو المصالح الأمريكية ليس من صالح الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم تحجيم دور رئيس الوزراء الإسرائيلي لأن هذا سيؤكد على هدم فلسفة الدولة الإسرائيلية التي روجت لنفسها في كل السنوات السابقة على أنها الديموقراطية الأهمة أو الوحيدة في الشركة الأوسط أشكرك كانوا يدعون أشكرك عفنا على المقاطع لكن أشكرك شكرا جزيلا الأساذ محمد العالم الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من ولاية فيرجيني الأمريكية ميدانيا شنط إيران والاحتلال الإسرائيلي غيراتا مكثفة استهدفت شمال مخيم المصيرات وأراضي زراعية غرب المخيم وسط قطاع غزة وأفاد مراسل القهرة الإخبارية بأن طيران الاحتلال استهدف منازل المواطنين غربي الزوائد وسط القطاع كما قصف الاحتلال المناطق الشرقية من قطاع غزة استشهد أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة نساء وأصيب أخرون في غارة للاحتلال الإسرائيلي على حل تل سلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية وذكرت مصادر الفلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في حي تل سلطان ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة منذ فجر اليوم إلى خمسة وعشرين شهيدا بينهم خمسة أطفال وعشر نساء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية البدء في أعمال بناء الرصيف البحري قبلة غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع وقال مسؤول دفاع أمريكي أن التكلفة التقدرية لبناء الرصيف ارتفعت إلى ثلاثمائة وعشرين مليون دولار هذا وأوضحت صورا نشرتها القيادة المركزية الأمريكية إنجاز قطاعات عديدة من الرصيف البحري اشتركوا في القناة أكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن معاناة النازحين الفلسطينيين بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة تشهد تفاقما خطيرا في ظل الارتفاع المتسار للحرارة واشتداد دراجاتها في الصيف هذا وتسبب التقص الحار إلى جانب النقص الحاد في المياه في انتشار الحشرات والقوارد ما ينظر باتساع انتشار الأوبئة والأمراض وازدياد عدد الوفيات على إثريها أعلنت الخارجيات الأمريكية أن خمسة وحدات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية متورطة في انتهاكات قسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وأشار نائب المتحدث الخارجية الأمريكية في دان باتيل إلى أن واشنطن تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية حول الأمر وجدنا أن خمسة وحدات عسكرية إسرائيلية متورطة في انتهاكات إنسانية قسيمة لحقوق الإنسان وجميع هذه الانتهاكات ارتكبت قبل أحداث السابع من أكتوبر وما زلنا نجري مشاورات مع حكومة إسرائيل فيما يتعلق بتلك الوحدات ومستمرون في إجراء تلك المحادثات بما يتوافق مع مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع حكومة إسرائيل عام 2021 وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائي مدينتي بيت لحم والخليل ونابلس من حاجز عورتا وبلدات عنبة شرقية الكرم ودير النظام شمال غرب رمالة وسيلة الظهر جنوب جنين وفادت مرسلة القهرة الإخبرية بالنجيش الاحتلال اتقل شبين فلسطينيين من بلد عنبة شرقية الكرم ودهمت عددا من منازل المواطنين بالخليل الجنوبي الضفة هذه هي النشرة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل القوات البحرية الصينية تتصدى لسفنة حربية فلبينية وسفن أخرى في بحر الصين الجنوبية اهلا بكم من جديد قد أعلن حزب الله لبناني استهداف مستوطنتي دوفيف وافيفيم شمالي الأراضي المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة وكان حزب الله قد استهدف موقعا لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلة محققا إصابات مباشرة بحسب بيانه وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق استهداف موقع عسكري إسرائي من جنوب لبنان برشقة ساروخية مركزة هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الدفاعات الجوية اعترضت عددا من الصواريخ التي أطلقت من لبنان فوق منطقة الجليل شمال إسرائيل نتحول الآن إلى تطورات الأوضاع في البحر الأحمر أعلن الحثيون استهداف مدمرتين أمريكيتين والسفينة سكالديز في البحر الأحمر والسفينة الإسرائيلية أم أس سي أوريون في المحيط الهندي بطائرات مصيرة وذكر الحثيون أن عملياتهم التي تم تنفيذها خلال الساعات الماضية حققت أهدافها من جديبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم تدمير ثلاث سواريخ باليستية مضادة للسفن وثلاث طائرات مصيرة أطلقها الحثيون باتجاه السفينة سكالديز في البحر الأحمر وأنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أدرار فيما أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية إسقاط طائر مصيرة أطلق الحثيون تجاه سفينة شحن أوروبية في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر ومن ناحية أخرى ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تجارية تعرضت لهجوم صاروخي على بعد خمسة أربعة وخمسين ميلا بحريا قبلة المخى باليمن وضفت هيئة عمليات تجارة البحرية البريطانية أن السفينة تعرضت لأضرار ولكن تقمها بأمان تطورات مستمرة يشهدها ملف التوترات في البحر الأحمر على خلفية التصعيد الحالي في المنطقة والذي بدأ في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها اشتبكت مع خمس مسيرات تابعة للحوثيين قبالة السواحي اليمنية بعد محاولاتها استهداف سفن تابعة للولايات المتحدة وأخرى تجارية تابعة لدول التحالف الذي تقوده واشنطن في المنطقة الإعلان عن الاشتبكات مع المسيرات الحوثية سبقه حادث آخر لاستهداف سفينة نفطية بريطانية على بعد 177 ميلا بحريا من سواحل جنوب شرقي اليمن حيث أعلن الحوثيون استهداف السفينة بعدد من الصواريخ البحرية وتحقيق إصابات مباشرة ومنذ التاسع عشر من نوفمبر الماضي قام الحوثيون باستهداف أكثر من مئة سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب بالمسيرات والصواريخ ما أثر على حركة التجارة في واحد من أهم الممرات الملاحية في العالم في المقابل تعرض الحوثيون لضربات قوية ومؤثرة من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا تحت مسمى عملية حارس الازدهار والذي تم الإعلان عنه أواخر ديسمبر الماضي بهدف شن عملية عسكرية للرد على هاجمات الحوثيين ضد بعض السفن في البحر الأحمر خاصة الإسرائيلية الحادث الأخير وبرغم أنه لم يصفر عن خسائر بحسب القيادة المركزية الأمريكية إلا أنه يؤشر على توجه واضح لدى جماعة الحوثي بالحرص على استمرار توتر والتصعيد لفرض واقع معين يمكنها من الظهور والتأثير في تلك البقعة الحيوية من العالم لتحول إلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر قتل أربعة أشخاص وأصيب ثمانية وعشرون آخرون جراء هجوم من روسي في مدينة أوديسا الأوكرانية وقال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية إن الهجوم تم بصاروخ باليستي من طراز سكاندر أم برأس حربي عنقضي مشيرا إلى أنه من الصعب اعتراض هذا النوع من الصواريخ وكانت أوديسا هدفا متكررا للهجمات الساروخية والمسيرات الروسية خاصة البنية التحتية للمواني الموجودة على البحر الأسود قال الرئيس فلادومير زيلينسكي إن الأسلحة الأمريكية الحيوية بدأت تصل إلى أوكرانيا بكميات صغيرة وأن العملية العسكرية بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع وضف في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عامح الفانيتو في كييف أضاف أن الوضع في ساحة المعركة يعتمد بشكل مباشر على سرعة إمدادات ذخيرة إلى أوكرانيا نتوقع أخبارا إيجابية وأعتقد أننا سنحصل على الإمدادات التي نحتاجها قريبا تلقينا اليوم إيجابات تفيد بأنه لن يكون هناك توقف لإمدادات الأسلحة وفيما يتعلق بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي نحن نعمل للحصول على المزيد منها ولا يوجد شيء ملموس في هذا الشأن حتى الآن وقد ناقشنا هذا الأمر مع الأمين العام للنيتو إنه أمر شديد الأهمية لأوكرانيا من جريبه قال الأمين العام لحلف النيتو إن تأخر تسلم أوكرانيا للأسلحة مكن روسيا من التقدم في خطوط مواجهة وأشار إلى أن جميع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والحلف سيبحثون زيادة تدفق الأسلحة إلى كييف في المرحلة المقبلة لقد تم التفوق على أوكرانيا لعدة أشهر واضطرت إلى تقنين ذخيرتها وهذا يعني أنه تم إسقاط عدد أقل من الصواريخ والطائرات الروسية وتمكنت روسيا من المضي قدما على طول خط المواجهة لكن الأوان لم يفهد بعد لكي تنتصر أوكرانيا الحلفاء الآخرون يبحثون ما يمكنهم فعله وأتوقع إعلانا جديدا قريبا بشأن المساعدات وأتوقع إعلانا جديدا قريبا بشأن المساعدات لذلك نحن نعمل جاهدين لتلبية احتياجات أوكرانيا الملحة أعلنت البحرية الصينية أنها تصدت لسفينة حربية فلبينية بعد توغولها في بحر الصين الجنوبية ونقلت وسائل إعلام رسمية الصينية عن خفر السواحل الصيني قوله إنه تمكن من طرد سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني وسفن أخرى من المياه المتخمة لجزيرة سكار بولو شول هذا واتهم خفر السواحل الفلبيني نظيره الصينية باستخدام مدافع المياه بشكل مبالغ فيه ضد صفينة ما أدى إلى حدوث تلف بها قتل ثلاثة ضباط وأصيب ستة آخرون في إطلاق نار في مدينة شارلوت الأمريكية بولاية نورث كالورينا وذكرت إدارة الشرطة إنه تم إطلاق النار على عدد من ضباط إنفاذ القانون وليفت أنه تم العثور على مطلق النار ميتا وأن قوات التدخل السريع قامت بتطهير المنزل الذي وقع منه إطلاق النار وأن المنطقة باتت آمنة لقيا خمسة واربعون شخصا على الأقل لمصرعهم في كينيا قراء الفيضانات العارمة التي ضربت منطقة مايهما هوي وسط البلاد وأكد الصليب الأحمر الكني أن سبب تلك الفيضانات يرجع إلى انهيار صد قراءه طول الأمطار بشكل غزير اقتصادياً حذر رئيس المنتدى للمنزل الاقتصادي العالمي بورج بريندي حذر من ارتفاع نسب الديون العالمية إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من قرنين وإضافة أيضاً إلى مخاطر انزلاق الاقتصادات المتقدمة نحو أزمة ركود تدخمي في ظل تباطئ الاقتصاد العالمي وحذر من اقتراب نسبة الديون إلى مئة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأشار بريندي إلى أن الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن هو الركود الجيوسياسي وما يتبعها من قفزات مفاجئة لأسعار النفط أفادت صحيفة فينانشل تايمز بأن أكبر البنوك الغربية التي ظلت في روسيا دفعت أكثر من ثمانمائة مليون يورو ضرائب للكريملين خلال العام الماضي ويمثل المبلغ زيادة بمقدار أربعة أضعاف عن مستويات ما قبل الحرب برغم من عود روسيا بالتقليص وحققت البنوك الأوروبية السبعة الكبرى في موسكو أرباحا مجمعة تزيد على ثلاثة مليارات يورو في العام الماضي كشف تقرير لمجموعة روديوم للأبحاث أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى فرض تعريفات جمركية ضخمة تصل إلى حوالي خمسين بالمئة الوقف في تدفق السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة إلى الكتلة يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق نتائج التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية في التهمات الإغراق ضد السيارات الكهربائية الصينية وحصولها لأدعم حكومي غير قانوني بما ينتهك قواعد المنافسة الحرة ومكافحة الاحتكار أكد وزير النفط والغاز الطبعي والوقود الحيوي البرازيلي بيترو منديز أن بلاده في طريقها للانضمام إلى تحالف أوبك بلاس وضف الوزير البرازيلي أن الكربون هو العدو وليس الوقود موضحا أن بلاده مستمرة بإنتاج النفط والغاز بالتوازي مع زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة واعتماد الحلول لخفض الانبعاثات اشتركوا في القناة رياضياً يستضيف باير ميونيخ الألمني فريق ريال مدريد الأسباني في قمة مثيرة ضمن ذهاب الدور قبل نهائي من دوري أبطال أوروبا باير يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب في ملعب ريال مدريد الأسبوع المقبل موقعة كروية ينتظرها عشاك كرة القدم بين عملاقين في اللعبة باير ميونيخ صاحب الضيافة وريال مدريد في أليانز أرينا والحدث سيكون ذهاب الدور قبل النهائي بدور أبطال أوروبا باير يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل حصول على أفضلية عندما يحل ضيفاً على الريال في مباراة الإياب التي تقام الأسبوع المقبل خاصة أن الفريق الألماني يأمل في حصد لقب هذه البطولة لإنقاذ موسمه بعد فشله في التتويج بلقب الدور الألماني وكأس ألمانيا فريق المدرب توماس تخيل تمكن من إقصاء أرسنل من دور الثمانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب كما يأمل توخيل في الفوز على الريال ومواصلة المشوار نحو التتويج بلقب البطولة خاصة أنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم ويدعم تشكيلة بورين عودة ألفونسو ديفيز بعد غيابه عن مباراة أرسنل الأخيرة بسبب الإيقاف وتحوم الشكوك حول مشاركة ماتيز ديليخت وجمال موسيالا وليروي ساني بسبب الإصابة فيما يستمر غياب كينغيس لي كومن عن بيرن بسبب الإصابة في المقابل يخوض الريال بقادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المواجهة بدفعة معنوية كبيرة بعد تربعه على قمة الليجة الإسبانية واقترابه من حسم اللقب هذا الموسم ويحمل فريق العاصمة الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب الشامبيونز ليج بأربعة عشر لقبا ومن المتوقع أن يكون جود بيلينجهام جاهزا لقادة هجوم الريال بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام ريال سوسيداد بسبب مشكلة في المعدة كما يتوقع أن يكون رودريغو جاهزا لخوض اللقاء فيما يغيب الظهير الأيمن داني كارفخال بسبب الإقاف قمة مشتعلة سيكون شوطها الأول حماسيا لكن المؤكد أن الحسم سيكون هناك في قلعة سانتيغو بينابيو من أجل الوصول للمشهد الختمي والمباراة النهائية للأميرة الأوروبية فزى مدرب ريال مدريد كارلو أنشلت بجائزة مدرب شهر أبريل المقدمة من رابطة دوري الإسباني ليجا وتمكن أنشلت من حصد تسع نقاط من أصل ثلاث مباراة لعبات في الليجا خلال شهر الحالي ونجح في إبقاء النادي الملكي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها المدرب الإيطالي المخضرم بجائزة مدرب الشهر في الليجا وذلك بعد فوزه لأول مرة في شهر أغسطس الماضي ذكرت تقارير بريطانية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكلة القدم وافقت من حيث المبدأ على تطبيق حد أقصى للإنفاق وذلك بعد حصوله على دعم الأغلبية ومن المتعقع إجراء تصويت نهائي في يونيو المقبل وافقت الأندية مبدئيا على وضع حد على مقدار ما تنفقه الأندية وسيكون الحد الأقصى المقرر هو مقدار المال الذي يحققه النادي الأقل ربحا في الدوري من حقوق البث التلفزيوني وقالت صحيفة الاندبندنت أن 16 ناديا صوتوا لصالح المشروع الجديد مع امتناع تشيلسي عن التصويت واعتراض كل من منشستر سيتي ومنشستر يونيتد وأستون فيلا يصدف ملعب الجوهر المشعة في جدة مواجهة كلاسكو مثيرة بين الغريمين الاتحاد والهلال في الدور قبل نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين اتحاد جدة يمر بفترة فنية متراجعة على مستوى النتائج خاصة بعدما خسر الكلاسكو لخمس مرات أمام الهلال في كافة البطولات هذا الموسم في الجانب الآخر يسعى الهلال للتمسك بأمل التتويق بالثنائية المحلية بالجمع بين لقب الدوري وكأس خادم الحرمين لهذا الموسم بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة ولم يبقى سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من العالمنا الرئيسان الأمريكي والمصري يؤكدان العمل لضمان تنفيذ شروط اتفاق إطلاق صراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة ويقددان رفضهما لتهجير الفلسطينيين والتساع نطاق المظاهرات في الجامعات الأمريكية تأييدا للفلسطينيين وجامعة كولومبيا تبدأ في فصل الطلاب وشرطة تكساس تعتقل عشرات محتجين تقارير تفيد بتهديد أعضاء في الكونجرس الأمريكي لهيئة المحكمة الجنائية الدورية صعيا لمنعها من إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة